بعد ما كان فيه انتفاضة في قلب المجتمع الإسرائيلي ضد حكومة بن يامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه هو ما انتقمش شر انتقام من المقاومة الفلسطينية المجسدة في حركة حماس بعد الصورة ديت والتظاهرات ديت والدموع والآهات والكلام الفاضدة كله والتقارير العبرية والتقارير الأمريكية انه لابد من الانتقام حاليا بعد مرور الشهر من عملية طوفان الأقصى اللي انطلقت يوم 7 أكتوبر واجتاحت الأراضي المحتلة التقارير العبرية والتقارير الأمريكية والتحذيرات تدقى أجراس الخطر خلي بالك يا إسرائيل انت بالشكل ده هتوجهي مقاومة شارسة جدا وعليك انك انت تتراجع لان اللي بيتعمل حاليا في مواجهة الشعب الفلسطيني وفي مواجهة حركة حماس هيفجر ضد الكيان الإسرائيلي الكثير من القنابل غير العادية وإسرائيل هتواجه عدو شارس جدا أصبح أكتر تطورا وأصبح أبصر قدرة على امتلاك الأدوات العسكرية اللي يواجه بيها مش إسرائيل فقط بل ممكن يواجه بيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسيها التقارير بدأت تحذر من قلب الكيان الإسرائيلي نفسه يخوانا خلي بالكم انتوا دخلين على طريق كارسي جدا للكيان الإسرائيلي التحذيرات التقارير المعلومات كلها بدأت تدق أجراس الخطر خلي بالكم يخوانا احنا في طريق كارسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر بص حضرتكم احنا جايبين ليكم مجموعة من المعلومات والتقارير المهمة جدا التقارير قادمة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية ومن قلب الكيان الإسرائيل ومن قلب بريطانيا التقارير دي بتكشف السطار إلى ما وصلت الأمور بعد مرور حوالي شهر من عملية طوفان الأقصى هل يطرى إسرائيل حققت الأهداف بتاعتها؟ هل يطرى هي هتفضل مستمرة؟ تبقيه الوضع وردود الأفعال صحيفة الوليستريت جورنال الأمريكية نشر التقارير مهم جدا التقارير ده بيقول إيه؟ إسرائيل اللي بدأت في اجتياح غزة بريا عاليا بتواجه عدو أكثر قوة يمتلك أسلحة أكثر فتكا من زي قبل مع العمليات بتاعت الكيان الإسرائيلي في قلب قطاع غزة ثبت بالدليل القطع أن الأسلحة اللي موجودة مع هذا العدو متطورة جدا وأكثر فتكا في المرة الأخيرة اللي غزت فيها إسرائيل قطاع غزة قبل ما يقرب من عقد من الزمان آمت القوات بتاعتها بنفس الفعل المماثل حاليا آمت بسحق قوة مقاتلة من حركة حماسلة مسيلة ليها ودمرت الأنفاء وأغلاقت طرق التهريب وده كلف حركة حماس تلتين الصواريخ بتاعتها المفترض جدا أن كده خلاص إسرائيل قضت على حركة حماس إلا أن حماس وحسب الصحيفة الأمريكية نجحت على مدار السنوات الماضية في إعادة بناء الترسانة العسكرية بتاعتها بدعم فن ومادي إيراني يعني المفترض جدا أن من حوالي عشر سنين كانت حركة حماس خلاص على وشك الانتهاء إلا أنها بعد عشر سنوات رجعت أكثر قوة وأضافت الصحيفة أن ترسانة حماس العسكرية الحالية مش هي نفس الترسانة العسكرية اللي إسرائيل وجهتها قبل كده دي الترسانة أكثر قوة وأكثر تطورا وأشارت أن حماس تمكنت من تطوير الترسانة العسكرية بتاعتها محليا في ظل الحصار اللي بيشهده قطع غزة يعني إذن حركة حماس عاملة بالزبط زي وحوش الأساطير تقطع له عنق أو رأس ينمو له عشرات الرؤوس ثم الصحيفة الأمريكية بتقول أن هجوم 7 أكتوبر غير اعتيادي والأدوات بتاعته اللي استخدمت مش عادية ثم بتقول على إسرائيل الاستعداد لصراع طويل الأمد في غزة لا يشبه صراع 2014 ويتحدث التقرير عن أن لدى حركة حماس حاليا مخزون كبير جدا من الصواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى القادرة على ضرب عمقتل لأبيب والقدس وعلى الرغم من قيام إسرائيل بانتظام باستهداف اختبوط أنفاق حماس إلا أن حركة حماس لا تزال تمتلك شبكة أنفاق تمتد إلى البحر ربما تكون أنفاق حماس الأكثر تطورا في أي نوع من الحروب العالمية شفته التقرير الأمريكي شهد للمقاومة الفلسطينية إزاي؟ حدث ذلك في نفس التوقيت اللي أطلقت فيه تحذيرات من المحلل السياسي الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية ورئيس قسم الأبحاث في معهد أمان عموز جلعاد الراجل ده اللي هو عموز جلعاد حذر من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن يا إسرائيل خلي بالك أنت دخلة في نفق مظلم لأن بالشكل ده أنت بدأت تثيري غضب مصر والأردن وانت عقد معهم اتفاقيات سلام ولو اتفاقيات السلام دي تم مسها بسوء من خلال إسرار إسرائيل على موصلة تحقيق أهدافها والضغط على المعابر من أجل توطين الفلسطينيين في قلب إسرائيل في قلب سيناء وفي قلب الأردن يبقى معنى ذلك خلاص اتفاقيات السلام انتهت لأن غصب ورغما عن مصر تم توطين الفلسطينيين في سيناء ومصر مش أتسمح بكده هتحصل حرب وكذلك في الأردن يبقى أنت خسرتوا دولتين عقدتوا معاهم اتفاقيات سلام وانتوا اللي أخلتوا بشروط الاتفاقيات دي حذر جلعاد من عواقب الهجرة القصرية من غزة إلى مصر قائلا من الجيد دائما أنه نعرف أنه في جانبين لكل شيء فالسلام مع مصر مهم جدا والاستمرار في السعي نحو هذه الخطة اللي بتتبنها إسرائيل في مواجهة قطاع غزة وفي مواجهة حركة حماس ده طبعا هيدمر السلام ضد إسرائيل وقال من وجهة نظر كل من المصريين والأردنيين تريد إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة والضفة وده خط أحمر للدولتين دولي اللي بتربطنا بيهم اتفاقيات سلام وبالتالي مش من مصلحتنا أن إسرائيل تستمر في الخطة بتاعتها طبعا في نفس التوقيت اللي التحذيرات ديها انطلقت من أمريكا ومن قلب الكيان الإسرائيلي فجئنا خلال الأيام الأخيرة ديها بأن برسة تل تل أبيب تكبدت خسائر فادحة جدا طبعا بسبب العدوان على قطاع غزة وهبط مؤشر الأسهم القيادية أكتر من 11% خلال الشهر اللي فات اللي هو شهر أكتوبر وبهذا التراجع بيسجل طبعا أكبر خسارة شهرية له منذ بدء جاء أحد كورونا يعني منذ أكتر من حوالي 3 سنوات نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتزايد طبعا في قطاع غزة بنفس التوقيت اللي دولة بريطانيا العظمة الديمقراطية جدا اللي بتدفع عن حقوق الإنسان أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في محطة كينج الكروس للقطارات في لندن وأظهرت مقاطع فيديو وهم يهتفون بالشعار المثير للجدل من النهر إلى البحر يا فلسطين يعني إذا كانت إسرائيل بتنادي بأن دولتها من البحر إلى النهر إلا أن الشعوب الغربية بدأت تنادي بوطن فلسطيني من البحر إلى النهر ولذلك وسائل الإعلام الغربية بتعلق وبتقول أني في قلب المظاهرات البريطانية ديت اللي اعتدت فيها الشرطة البريطانية على البريطانيين واعتقلت منهم العشرات رفعت الشعارات اللي زي فلسطين من النهر إلى البحر وده شعار مثير للجدل وردد المتظاهرون فلسطين ستتحرر وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر أنه أصدر أمر للسماح للشرطة بوقف المظاهرة مساء الجمعة شفتوا الدول الديمقراطية الديمقراطية بتاعتهم وصلت حضراتكم لحد فين رفتوا حضراتكم أن العالم ديت مش صدقة في كلامهم والديمقراطية بتاعتهم فيشينك صحيفة أمريكية تعلن ترسانة حماسة العسكرية باتت أكثر فتكا تحزير في إسرائيل من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن حرب غزة انهيار تاريخ البرس التل أبيب وإفلاس قطاعات حساسة بريطانيا اعتقالات بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ها هو الغار بيكشف عن وجهه الحقيقي عشان تعرفوا حضراتكم حقيقة الديمقراطية اللي بيتبنوها وحقيقة الشعارات اللي بيتبنوها واللي بيحاولوا يطبقوها علينا بالأوانطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة